اشتركوا في القناة يوم التروية على يوم عرفة وعلى فكرة حرق النهاردة حلقة الاستعداد ليوم عرفة سواء واتعرفوا ان يوم عرفة ده مش بس للحجيج كمان لنا احنا هنا ربنا سبحانه وتعالى قدم يوم التروية على يوم عرفة زي ما قدم بالزبط ان الناس قبل ان يدخلوا الجنة يشربوا من كأس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على ابواب الجنة فربنا سبحانه وتعالى يرويهم ويسقيهم من محبته ووده ليتحملوا ما في عرفات من تنزلات الانوار وفواتح الاسرار زي بالزبط ما بيسقيهم من الكوثر قبل دخولهم الجنة وهكذا الحبيب الاجل سبحانه وتعالى يسقي العبادة قبل الاستفاء لكي يستطيعوا ان يتحملوا جماله سبحانه وتعالى وكذلك نحن نشر ان الحقيقي يشربون في يوم التروية ليتحملوا ما سينزل عليه من انوار في يوم عرفة واحنا كمان في يوم التروية كذلك بنشرب من الرجاء لكي نتحمل الانوار اللي هتنزل في يوم عرفة فيوم التروية يوم الشراب والذواق لدخول جنة القرب من الودود الوهاب سبحانه وتعالى في يوم عرفة وعشان كده السيدة عائشة بتقول قالت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعطق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء ما اراد هؤلاء يعني انظروا يا ملائكة ما اراد هؤلاء ما ارادوا الا انهم يقبلون علي لكي يتعرفوا على أنوار محبتي وودي يوم عرفة يا سيدي هو يوم عيد القلوب بشهادة المحبوب وعشان كده اسمه يوم عرفة الأولوب بتعرف فيه حضرة مولانا سبحانه وتعالى لأنها تشاهد جمال المولى سبحانه وتعالى وفضله وذلك لكل من حج ومن حبسه العذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا بالمدينة ما يسرتم مسيرة ولا قطعتم وديا إلا وكانوا معكم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر فإحنا معهم إن شاء الله فيوم عرفة هو يوم عيد لأن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان إلى فطرته ويعيد الإنسان أن يكون متصلا بالله هي دي الفطرة ويعيده إلى معرفة الحياة عن طريق مولاه فيوم عرفة لمن يحج ومن لم يحج هو يوم الميلاد ولذلك اليوم الذي يليه هو يوم النحر وكأنه يوم العقيقة عقيقة المولود اليوم العيد اسمه يوم النحر لأن الناس يولدون في عرفات ولذلك علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من صمى يوم عرفة غفر له غفر له إيه سنة سابقة وسنة لاحقة عشان يبقى مولود كأنه مولود ديديد فاليوم عرفة تستطيع أن تأخذ فيه أنه يغير بأنك تغير به حياتك فمن صمى يوم عرفة عادك يوم ولدة أمه فكأنك قد ولدت من جديد فعن سيدنا عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي خليكم مركزين في الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذلك أتى عن سيدنا علي بن أبي طالب قال أكثر دعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاة ونسك ومحيا يوم مات وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر واسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح يا الله على دعاء فيوم عرفة يا سادة يوم يعرف فيه الإنسان فيه الحياة بالله وهو اليوم الذي يعيد للإنسان تعرفه على ذاته فيعرفها من عند الله يوم عرفة هو يوم التعرف وعلى ذلك وعشان ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن أحسن في يوم عرفة التعرف وعشان كده لما يتعرف الإنسان على الله وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له من أحسن التعرف على الله في يوم عرفة فكأنما ولد من جديد إحنا بقى عندنا منظومة كده تتعلق بيوم عرفة خليكم معايا وارد تجيب ورقة وقلم وتعرفوها معايا اسمها منظومة العرفان في يوم عرفة وعشان كده كان فيه سنة موروثة عن أهل الله اسمها التعريف يوم عرفة المنظومة بتقول إيه؟ بتقول إن فيه خمس حاجات عرفة تعرف وتعريف واعتراف وعرفان ومعروف أول حاجة إيه؟ تعرف يعني إيه تعرف؟ حاجة بنعملها في يوم عرفة وهو التعرف إن احنا نفهم خطأنا لما كان الله سبحانه وتعالى الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء فلابد أن نتعرف على الله فنفهم أنه أننا سنعرف الله سبحانه وتعالى فإذا أنت عرفت الله أنه رحيم فالقضية لم تنتهي حتى ولو أذنبت بل القضية بدأت فمعرفتي ببعض أسماء الله وصفاتي هي بعض بداية المعرفة بالله ومعنى هذا أنني لابد أن أديم التعرف على الله يبقى يوم عرفة يوم التعرف وأبتدي به التعرف على الله سبحانه وتعالى تاني حاجة بتكون إيه؟ فأترك بقى كل وسوس النفس الأمر بالسوق تاني حاجة التعريف لابد أنني أعمل إيه؟ أبتدي في تاني مرحلة وهو التعريف أول حاجة خلاص أنا عرفت الله سبحانه وتعالى تعرفت على الله تاني حاجة إيه؟ التعريف والتعريف معناه إيه؟ التعريف إن أنا أعيد تعريف أنفسنا في تلات حاجات أعيد تعريف نفسك في تلات حاجات إننا عبيد يفعل الله فينا ما نريد فإننا نحن في حمام مولانا تاني معنى وهو معنى أننا بعد أننا عبد خلاص وأنا مضمون الرزق فأنا مضمون الرزق عند الله سبحانه وتعالى والله سيدي أليس الله بكاف عبده تاني معنى بقى في أننا أتعرف فيه يبقى أولا نعرف أنفسنا بأننا عبيد المعنى ثانيا بقى كيف نعرف أنفسنا نعرف أنفسنا بأننا ماذا بأننا إذا كنا عبيدا فإننا نعرف أننا فقراء إلى الله ثالث حاجة أعرف بها نفسي أن أنا أعرف نفسي بأنني مريد أطلب الله سبحانه وتعالى عبد فقير يريد مولاه طيب ده اسمه بها خلصنا احنا التعرف والتعريف نجي للإعتراف أن نعترف بجميل الله سبحانه وتعالى وأننا مقصرون في الاعتراف بهذا الجميل يجي بعد كده إيه العرفان فبعد ما باعترف بتقصيري العرفان لله سبحانه وتعالى فبعد ما صرى نور الاعتراف فيي نحافظ بقى على هذا النور بأننا أرى أن حياتي كلها ماذا بالله سبحانه وتعالى فتعرف حياتك أنها من عند الله فتقبل عليه وأنت على يقين أن مدده حاصل لك لا ينتهي فإن يحصل فيحصل لك عرفان بجميل الله سبحانه وتعالى فيحصل لك السكينة ويحصل لك أن تسير في طريق الله فييجي بقى المعروف فتصنع المعروف وأنت متيقن أن الله يراك يرى خدمتك للناس ويرى ذكرك ويرى صلاتك وإن يحصل فتدخل في حال الدائرة الكبرى من النور وشاهد ومشهو فيعبد الله افتح نظرك أنت لست محجوبا عن الله الله لا يحجبه شيء الله أقرب إليك من أن تطلبه فهو سبحانه وتعالى سيزيقك حلاوة قربه إذا مررت بهذه الخمسة